تزاكم الله خيراً تقول أم عبد النحسن الحقيقة لها سؤال عن الكذب تقول الكذب عن الوالد في حالة استلامي للمرتب يبدو بأنها مدرسة أو موظفة تقول لأنا لا أخبره بالمبلغ الحقيقي خوفاً من أن يأخذ المرتب كله لأنني أحتاج المال فهل أنا آثمة في هذا الكذب؟ إذا سألك فإن الواجب الصدق تخبرناه بذلك وتخبرناه أيضاً بأنك تحتاجين بعض الأمور فلا بل من توفير مبلغ لحوائجك الخاصة تقنعنه بذلك ولا أظنه إن شاء الله سيمتنع أو سيأخذ كل ما معك ويضر بك فإن الوالد له أن يأخذ لنالي ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد يعني في حدود نعم عسى له الحق بأن يأخذ كل ما معك ويتركك محتاجه بل يترك لك من المال ما يكفي لحوائجك نعم